أكدت الحكومة أنها أضافت ما يفوق 400 صنف من الأدوية المهمة خلال الأعوام الأربعة الماضية لمختلف التخصصات الطبية كما أكدت في معرض ردها على مجلس النواب أن مجلس الوزراء وافق على توسيع دائرة اختصاصات اللجنة الوطنية للشراء الموحد الأدوية من أربعة اختصاصات إلى 12 اختصاصا من بينها إعداد قائمة بالأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها وتطويرها والمراجعة الدورية لها بما في ذلك تلك التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة وتوحيد عمليات الشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتوحيد الدواء المتداول في القطاع الحكومي وضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق وصفة الطبية الإلكترونية وأشرت الحكومة إلى أن وزارة الصحة لا تتردد في توفير الأدوية المنقذة للحياة والأدوية اللازمة والضرورية طالما يحتاج إليها مرضى لثتة إلى إضافة كثير من أدوية أمراض الدم والأورام وأدوية علاج بعض الأمراض النادرة ومجموعة من الأدوية الأخرى لأمراض مختلفة سواء كأدوية مخزنة أو أدوية غير مخزنة ترجمة نانسي قنقر